السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة الدروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيم للصف الثالث الاعدادي. هناخد النهاردة اناخد الجزء الخاص بجرامر. هنشرح الجرامر بالتفصيل ونعلق على كل التركات اللي ممكن تعب لنا. هنحل عليها اسئلة ونقول بالسبب متاع الحل. ولو ما كنت شفت الجزء الاول من الجزء الخاص بالفكاب الكلمات. هسيب لك الرابط في الوصفة اسفى الفيديو. او هيظهر رابط في اعلى شاشة انا بكلم او موجود على قائمة تشغيل شرح من الجزء الثالث الاعدادي. وهسيب لكم كمان في الوصف روابط السوشال ميديا بتاعتنا من فيسبوك واتساب تيليجرام. اعملوا متابع عليها علشان هيبق عليها شغل ان شاء الله ومفاجآت وشغل جديد الفترة اللي جاية ان شاء الله. بس ما تنساش تعمل لايك الفيديو. تشترك في القناة. تفعل الجرس. وتدعى اصحابكم كمان. ويا سلام كمان لا تشجعنا تعليق جميل في الكومينتز يبقى اكتر الف شيرك. نبدأ مع اول حاجة النهاردة في الجزء الخاص بالجرامر هنتكلم على حاجة اسمها giving directions. ازاي اقوم باعطاء اتجاهات. اول حاجة طبعا في بعض الاتجاهات لازم نتاخد بلك منها. لما عوز اول اذهب مباشرة. جو ستريت. الجي اتشينا سايلانت. جو ستريت. انعطف يمينا. ترن رايت. انعطف يسارا. ترن لفت. اذهب مارا بي. يعني امشي بمحاذيات مبنى معين. زي كلمة go past. طبعا عشان اقدر اوصف طريق لشخص معين. يجب ان اكون عارف كل الاتجاه دي. كلمة cross يعني اعبر. across from على الجانب الاخر من. ودي ممكن نقول ان هي بتساوي كلمة opposite امام او مقابل لي. نكستو بجوار. at the corner او on the corner والاتنين صح. لما عوز بها اوصف مكان لشخص معين. دايما ببدأ بالجملة بتاعتي. وغالبا بتبقى جملة امر. او اعطاء امر يعني. فبقول هنا ايه. بجيب او حاجة. infinitive مزر الفعل. اجيب بعد كده الكمبيلمنت ليتكملته الجملة. مثلا ترن رايت. تجيه يمينا. او ممكن اقول ترن ليفت. تجيه يسارا. add the traffic lights من عند ايه بقى اشارات المرور. go straight on this road. امشي في تجاه مباشر في هذا الطريق. it's on the corner. هتلاقي المكان اللي نتعاوزه على النصية. ممكن استخدم حروف جر عشان نوصف فارد جهة. زي كلمة ناكستو بجوار between. and دايما بين اثنين. go straight on. اذهب مباشرة. opposite في مقابل او مواجهة. across from مع الجانب الاخر. on the right او on the left. على اليمين او اليسار. walk past او go past. اذهب او امشي مورن بي. on the corner او at the corner. from نوعة تنوعة من مكان معين الى مكان اخر. near بالقرب من. مثلا. the bank is next to the shopping center. البنك مجاور لشوبينج سنتر مركز التسوق. the library is on the corner. المكتبة موجودة على نصية الشارع. from the station. من المحطة. يعني ابدأ الطريق بتاعك من المحطة. go straight on and then turn left. امشي في اتجاه مباشر. and then turn left. وعك التجاه ياسارا. مثال ثالث. او مثال رابع. my house is opposite the railway station. المنزل بتاعي مقابل المحطة. محطسك الحديد. take the first road on your right. ولو هنا خز اول طريق على يمينك. go past the post office. امشي مورن بمكتب البريد. لما عاوز اسأل المسافة او بعد المكان. اللي انا عاوز اوصل له باستخدم كلمة اسمها او قدد استفهم اسمها how far. بمعنى كم المسافة او كم بعد المكان ده. مثلا. how far is لو كان مكان مفرد. how far are لو كان اماكن. جمع. ايه بيكلم بي. من ذلك صغير كده. how far is your school. يعني كم تبعد مسافتك او المسافة تعتمارسها قد ايه. قال له it's 50 meters away. بتبعد عن هنا حوالي خمسين متر. جدرنا دلوقتي مع اسئلة على الجرامر. الجزء الاولي من الجرامر بتاعنا النهاردة. طبعا هنحل حوالي تعريب عشرين سوء. واتفقنا قبل كده لما اجي حل اسئلة على الجرامر. اول حاجة بوقف الفيديو. اذاكر الجزء اللي فات. احل الواحدي بعد كده اشغل الفيديو. عشان اعرف اجابتي صح ولا غلط. وعشان اعرف السبب بتاع الحل. طب منا على مستوىك في التعليقات وكتب لي جبتي كام من عشرين في الجرامر الجزء الاول من ويا سلام لو تعمل لايك للفيديو. لو عجبك الفيديو. وكمان تشجعنا في تعليق. وتدعي اصحابك وما كمان يبقى قطر الف شيرك. نبدأ مع اول حاجة نمبر وان. طبعا سؤال الجرامر عندنا في الامتحان. صحة الكلمة اللي بين قصين. لما عوز اقول للواحد امشي في اتجاه مباشر اقول له جوينج. لا طبعا بقول له ايه? اقول له جو. وخلي بقى لك. انت بتكتب فين? انت بتكتب في اول كلمة في الجملة. يبقى اول حرف بيبقى ايه? براف عليك ويقى كابتل. يبقى جو ستريت اون. نمبر تو. فالوز زا ساينز تو دا باركينج اريا. يعني اتبعي الاشارات الى المنطقة بتاع ركن السيارات. باركينج اريا. وساينز يعني لافيتات او اشارات. فالوز غلط. المفروض هو ليه? اجيب فالو. احنا قلنا الاول الفعل بيبقى. يبقى فعل امر في الاول. تمام? او فعل مصدر في جملة الامر. نمبر ثري. دا شو شوب. لو محل الاحزية. is not between to the computer mall. لو قل بتوين بجيبش اين? انه بقول هنا computer mall. المول بتاعه computer. يبقى هنا ايه اللي بيجي مع تو. برافو عليكم. يبقى هنا. نكست تو. تمام? نمبر فور. he walked not past the beautiful garden where he used to play in his childhood. he walked. المفروض كلمة باس هنا اصححها. المفروض تبقى ايه? past. احنا قلنا اسمها walk past. يعني يمشي مارن بي. نمبر فايف. my house is opposite to the post office. لأ. المفروض نكست تو. طب opposite تو. ممكن اصححها بطريقتين. ممكن اقول opposite. انا عامل ايه دلوقتي هشيل حرف الجرر تو من الكلمة دي. يبقى هنا ايه? يبقى opposite. دي اول حاجة. دي اجابة صحيحة. my house is opposite the post office. او my house is naked to the post office. والاتنين ينفع على فكرة. نمبر سيكس. cross the street. كاما. the museum is not the corner. احنا قلنا ينفع حاجتين. ممكن اقول on the corner. ودي اشهر واحدة. ممكن اقول at the corner. والاتنين صح. نمبر seven. turn left at the traffic light and go straight at four three miles. اتجه يسارا. من عند الاشارة المرور. and go straight. اسمها go straight ايه? bravo عليكم. go straight on. يعني مش في تجاه مباشر الى. نمبر eight. cross the bridge. عبر الكبري. and turning left. عبر الكبري عند ايه? and turn left. تمام. اتجه يسارا. نمبر nine. the sports center. المركز الرياضي is not next. the aquarium. خلي بقى اتجه لي واحدة هيات. and the hospital. والمكان التاني. يبقى مكانين يبقى ايه? يبقى between. تمام. بين. نمبر ten. walk towards the tall building. يعني امشي في اتجاه المبنى الطويل ده. المبنى العالي ده. the left. يبقى هنا ايه? on the left. اللي هو على اليسار. نمبر eleven. جاب لي هنا مين دالك. يعني حوار صغير كده. ايه بي. يكلم بي. سأله سؤال بوله. how often is your house from the station? قال له. it's about two hundred meters. المسافة تقريبا متين متر. لم عاوز اسأل على المسافة. بسأل بي ايه? bravo عليكم. how far? تمام. نمبر twelve. نوع takes the second exit on the left. exit يعني مكان للخروج يعني. خد اول باب للخروج على الشمال يبقى هنا. تمام? خد. نمبر ثرتين. the women's clothes shop. محل الملابس بتاع السيدات طبعا اسمها clothes مش closes. تمام? يبقى هنا the women's the women's clothes shop. محل ملابس السيدات is next. على طول ايه? bravo عليكم next to. طبعا هنا فور غلط. بعد كده the jewelry shop اللي هو محل المجاهرات. نمبر 14. the park is not cross from our house so we can easily cross the road. طبعا اسمها ايه? across from يعني على الجانب الاخر من المنزل بتاعنا. نمبر 15. when you reach is a book shop عندما تصل محل الكتب او مكتب تابعي الكتب. across the street and you will find the bank. طبعا هنا 60. for the bus stop go straight on then turn right. هزولوا من عند اللي هو اللي هو محاطة الوتوبيس يمشي في تجاه مباشرة وبعد كده يتجه يمين يبقى المفرود اقول from. طبعا من فاش اقول for bus. تمام? نمبر 17. the nearest hospital اقرب مستشفى. يبقى ايه? طبعا هقول naked statue. تمام? يبقى هنا naked statue مقصود بها ايه? مقصود بيها نواب جوار. تمام? نمبر 18. to go to the museum. take the first road in your right. احنا قلنا دائما right. وleft بتاخد ايه? on your right. قد اول طريق. take the first road on your right. نمبر 19. the park is between the hospital and the bank. طبعا the hospital and the bank. تمام? يبقى هنا الحاضيق بين المستشفى والبنك. نمبر 20. if you want to go to the library. لو عايز تروح المكتبة. took the second turning. لا انفردوا اللي هو ايه? take the second turning. تمام? نجد الوقت دورنا مع الجزء الثاني من الجرامر. عروف الجر الخاصة بالزمان. prepositions of time. خروف الجر الخاصة بالمكان. in on add. تمام? بس اهم حرف الجر ديت عشان اقول ايه? متى يتم فعل الاشياء? طبعا نجيب لشكل الظريف هنا. in و on one. طبعا in بيجي معها فصل السنة. العقود يعني عشر سنوات يعني. سنشرز الكورون. ييرز السنوات. شهور. لو صغرنا الدايرة شوية. هنجد ان اون بتيجي مع التوريخ والايام. لو صغرنا الدايرة شوية. هيتلاقي ان ايه بتيجي مع الوقت المحدد بدقة. تمام? نشوف واحدة واحدة كده. نبدأ مع اول حاجة اين? استخدامات اين عندنا هنا? تستخدم مع الشهور. فصل السنة. السنوات. الكورون. اللي هي المئات السنين يعني. وفترات اليوم. مثلا لما اقول. in the 20th century في القرن العشرون. in the morning. in the afternoon. in the evening. يعني في الصباح. في الظهيرة. في المساء. كمان فترات طويلة من الوقت. زي. in the past. في الماضي. in three years. في خلال ثلاثة أعوام. in the holidays. في الأجازات. مثلا. I was born in October. انا جادة. in summer. احنا بنروح نغرب دقاء في الصيف. we are in the twenty-first century. احنا موجودين في القرن العشرون. my uncle will travel in three weeks. عمي سوف يسافر في خلال ثلاثة أسابيع. نكمل. ناخد حرف الجارة التانية. on. بس استخدم مع ايه? مع ايام الاسبوع. مثلا. on tuesday afternoon. يعني اجيب اسم اليوم tuesday. بجيب معها afternoon. on saturday mornings. كمان بجيب اون مع التواريخ. on november twenty second. او. on twenty second of november. ده شكلين للتاريخ والتي ننصح. مع طبعا ال special days and occasions ايام مميزة ومناسبات. مثلا. on my birthday. في عيد ملاذي. on christmas day. في عيد يوم جمعة. في ايام الجمعة من الشهر يعني. mona's first day is on twenty of may. عيد ملاذ ملاذي. يوم عشرين مايو. i'll travel on thursday morning. انا سافر. يوم الخميس وصبح. where will you be on new year's day. اي ناس ستكون. طبعا في زي يقولون عيد رأس السنة. اي بي هنا. on. حرف الجارة التالت. at. بستخدمه طبعا مع clock times. الساعات. at seven thirty a.m. at five o'clock. مع المهرجانات. at christmas. at easter. كمان مع الوقات المحددة زي كلمة at night. ليلا. at the weekend. at night الاسبوع. at noon. في الظهيرة. at lunch time. وقت الغدا. at mid time. او midnight هنا. في منتصف الليل. i have a meeting at nine a.m. انا عند اجتماع ساعة تاسعة صباحا. jane went home at lunch time. jane طبعا عادت المنزل في وقت الغدا. people go to parks at easter. الناس بتروح لحظاك at easter. طبعا easter مقصود بي هنا لوعيد الفصح. it gets cold at night. طبعا هنا الجو بيبرد فين. او ليلا هنا تمام. بين at night. ليلا. اقول لك خليباك من بعض الملاحظات مهمة اوها. لا يتم استخدام حرف جر مع الكلمات التالية. يعني ايه؟ يعني انفعش اقول everyday او on everyday. لا everyday على طول. every night. every year. today. tomorrow. yesterday. next week. year. month. last night. last year. this morning. this month. مثلا. my uncle will arrive next month. عمي سوف يصل الشهر القادم. he did his homework this morning. هو سوف يكون بعمل واجب هذا الصباح. we went to the zoo last week. نحن ذهبنا الى حديقة الحيوانات الايه? last week. يعني الاسبوع الماضي. she is traveling tomorrow. هي اسوقة السوافر غدا. يبقى كلمات ديتها كمع الظروف ديت وكلمات ديت اللي هي تقبلها حرف در. نجد دلوقتي دورنا مع حل اثار على الجزء الخاص بجرامر. نحل تريبا دلوقتي حوالي اربعين سؤال. عشرين وعشرين. عشرين على الجزء اللي السعيل والوقتي بتاع حروف الجر الخاصة بالزمن. وكمان عشرين كمان على الجرامر كله اللي احنا قلناه النهاردة. نبدأ معاول حاجة نمبر ون. طبعا الساعات بتيجي قبلها ايه? اه تمام. نمبر تو. طبعا هنا. لان الشهور بتجي معها. نمبر ثري. طبعا هلوديز الاجازات بتاخد كلمة. نمبر فور. طبعا هنا ايه? نمبر فايف. على طول هتبقى اين? بس خلي بالك وخليك مركز. خلي الاي كابتر عشان تبقى انت كده ايه? خطك مزوط وكتبتك صحيحة. يبقى اين? نمبر سيكس. ده من الاعياد. والاعياد احنا قلنا بنجيب قبلها ايه? بنجيب قبلها ايه? نجيب قبلها ايه. تمام? الاوقات محددة. يبقى ايه كريسمس. نمبر سيفن. اسكول داي. على طول تبقى اون اسكول داي. طبعا الاو برضو هتبقى كابتل. نمبر ايت. لما يجيب ليوم من ايام الاسبوع يبقى على طول اون. هتقول يا مصر طب ما هو جبقى بعدها ايفنين. ما انا قلت لك يوم من ايام الاسبوع مع الفترة زمنية بتاع اليوم. برضو هجيب اون. نمبر ناين. طبعا ميدنايت يبقى ايه? اات ميدنايت. وقت محدد. نمبر تن. على طول تبقى ايه? اون. طب ليه مصر? اعتبر داي عيد الميلاد ده كالنيوم. ولاين بتاخد اون? نمبر الافن. احنا قلنا ايستر عيد الفصح والعيد بتقاب لها اات. امام؟ نمبر 12. نمبر 12. نمبر 13. نمبر 13. نمبر 14. نمبر 14. نمبر 15. احنا قلنا ده تاريخ. نمبر 25 أو ديسامبر 25. طبعا هتبقى هنا اون لان اون بتجي مع التاريخ. نمبر 16. في القرن الحادي والعشرون. يبقى هنا هتبقى اين? لان القرن بتاخد اين? نمبر 17. ستكون الاسبوع الماضي. ازاي بقى؟ ستكون يبقى الاسبوع القادم يبقى الناكست ويك. نمبر 18. انا بحب امشي. بطول النهر. عايزوا لك هنا ايه سنسيت طبعا هنا ايات سنسيت في وقت الغروب. نمبر 19. نمبر 20. بروح الحديقة يبقى هنا لان اتتت نهاية الأسبوع. نأخذ بعكد 20 سؤال تدريب تراقمي على القواعد اللي احنا قلناه. يعني نكلم هنا على تعبيرات بتاع الموصف للمكان والاتجاهات والحرف الجره وكل حاجة. Number one My friends always go out on the half dinner With each other In Christmas إحنا قلنا Christmas ده من الأعياد ده الأعياد بتاخد إيه؟ بتاخد آه تمام Number two We usually get together إنا دايماً بنتجمع The weekend بنتجمع طبعاً إيه؟ At the weekend تمام Number three In your area quiet Is your area quiet هل المنطقة تحتك هادئة؟ هنا أتنون في وقت الظاهرة Number four The building is between two the bookshops and opposite the cafe جاب لي هنا حكتين يقول لي هنا between two the bookshop and opposite the cafe يا مستر ده جايب حكتين يبقى جيب between يخلي بالك ده يقول لك وهنا فيه two يبقى المفروض يقول لي Nick is to two هاي يقول لي هنا المبنى بجوار المكتب تبيع كتب and opposite the cafe ومواجه ليه؟ للمقهى مام Number five The match starts four o'clock طبعا السعاب بتجاب لها آت أو آت محددة Number five Go paste خباك ده مش باست ده معناها باست لأ المفروض أقولها صحي تبقى تبقى باست يعني يمشي مارا بي Number seven The museum is not near the library and the train station يبقى هنا على طول between تمام لأن between يعني بين مكانين Number eight Flowers are very wonderful spring الزهور تعتبر رائعة فين هنقول هنا in spring في فصل الربيع Number nine The library is not your left احنا قلنا left ورائب بتاخد ايه؟ بتاخد تمام Number ten We usually go on holiday July عادة بنذهب في الأجازة فين؟ بيهنا in July في شهر يونيو Number eleven The cinema is not the corner of west street and south street خلي بالك هنا the corner بتاخد ايه؟ طبعا بتاخد on تمام يبقى هنا on the corner Number twelve classes end at the fourth of July classes يعني هنا ايه؟ يعني الفصول end يبقى هنا المفروض اقول on طب ليه مصر on لين هنا الرابع من يوليو أربعة سبعة ده تاريخ تمام Number thirteen We want to go for a drink after dinner Friday evening يبقى هنا on on Friday evening امام Number fourteen After two hundred meters turning left بعد متين متر يقول لك يبقى هل نقول هنا turn نحن بنجيب فيه المزر لما عزوز في الاتقهات turn left Number fifteen It takes about ten minutes for my house to the school يصارك من عشر دقائق يبينه لك for my house to the school المفروضة أقولها ازاي المفروضة أقول هنا from my house يعني من منزلي إلى المدرس Number sixteen My parents always give me presents لو رديم بتو دائما بدون هدايا My birthday يبينها on لوني بيرث دائما يعتبرها كأنها يوم فالأيام بتاخد on Number seventeen If you want to get to the theater theater يعني مسرح لو عايز تروح للمسرح taking a taxi it's better احنا قلنا برضو لما عاوز أقول اتجاهات يبيني أقول take a taxi خز التاكسي يبقى هنا بأمره أو بدله تعليمات Number eighteen We usually meet lunch time يبقى هنا at lunch time عادة بنتقابل في وقت الغداء Number nineteen Going down Sadat Street امشي في شارع السادات يبقى المفروض هنا يبقى Go والجي طبعا Capital Number twenty I always brush my teeth on the morning طبعا هتبقى هنا in the morning في فترة الصباح نجي بعد كده الجزء الخاص بالSpeaking اللي هو التحدث asking for and giving directions طلب واعطاء اتجاهات لما هنا يجيب لك الأسئلة إزياد تيسر وإزياد تيجاوب مثلا قلنا كلام ده طبعا قبل كده Where is the library please اقول له walk past or go past the restaurant it's on the right امشي مورا بالمطعم إنها اليمين قبل كم الحاجات هتفيدك في حل الدائلوب How do I go or get from the market to the cinema إزيي وصل من السوق إلى السينما بلو takes the second road خد الطريق الثاني turn right إحدى يمين it's on the left هتلاقي على اليسار تمام How far is it كم تبعد قال لك for about 10 minutes أوالي عشر دقائق جيدنا دلوقتي ما حل سؤال ده لقد فأنا ناس اللي نتبعينها من زمان قلنا في طريقة زريفة جدا وسهلة جدا معظمنا استخدامها سنة للفات اللي قبلها وموضوع ديالوج بالنسبة له سهل جدا الطريقة دي تحول أربع خطوات أول حاجة أداة بكتبينها على اليمين هنا خطوات تكوين السؤال عشان هستفيد منها بعد شوية أداة استفهام فعل مساعد فعل فعل أس تكمل الخطوة التانية باقرأ العنوان بتاع الديالوج ليه عشان أعرف الديالوج بيتكلم على إيه خطوة التالتة أقرأ الديالوج بالكامل من غير محل ولا كلمة ليه عشان أعرف التفاصيل بتاعي الحوار اللي دار لخطوة رابعة هابدأ أقرأه كم مرة وابدأ يحل يسأل وجابة الساح بيسأل مازن على أين يكون برج القاهرة طب يقوله ايه مازن بقول له يعني أي خدمة أي مساعدة زي عمنا يقول كده طبعا يبقى كده هيقول لك ايه هو عايز مساعدة لأنك سألك بعد كده يبقى يقول له تمام بعد كده مازن رد عليه السؤال بتاع الساحب يقول ايه أين يوجد برج القاهرة هيقول له طبعا نمشي ممكن نقول أسهل طريقة على فكرة ما تقول له ايه مشو على طول وحد دي ما وحد شمال وكلام ده كله هتقول له ايه يأسهل واحد على فكرة ودي نفع في حاجات كتير قوي يعني نمشي على طول في الطريق ده تمام بعد كده اقول له ايه بعد كده احاول ايه او احاول يمين تمام هنا مثلا طبعا هنا دي هتقي هتقي هنا تمام طبعا بعد كده الساحس سأله سؤال فارد عليه مازل قال له اسهل السؤال يا جماعة بتاعي سنودة ليه اول حاجة انا بشرب بعد كده لو كانت بشرب كمان معها نط وبعدين بعمل مقاص بين يبقى هنا الحل سهل جدا هيبقى هنا ايه ممكن اكتب انهوت هتبقى سؤال الرابع رد عليه مازل قال له يعني حوالي خمس دقايق اكيد هيسأل على المسافة يبقى يقول له هنا ايه فاكرينها قلناها طب هو بعيد قال له خمس دقايق الساحس قال له هل فيه اي اماكن تانية ممتعة ممكن ازورها لما مازل رد عليه بعد كده الساحس قال له ده يبدو عليه رائعا ده ايجبشان ميوزيوم ده ايجبشان ميوزيوم اللي هو المتحف المصري اذا هو اكيد قال له انت ممكن تزور المتحف المصري السؤال بتاعك او اجابتك لها جزء ايه الجزء الاولاني يبقى انا اقول الاول الجزء التاني اقول له ايه الحاجة ديت لانه رد علي فاقول له ممكن اقول له زي ما اجابها لي تحت بقى وانا اجبت اجبشان ميوزيوم لي لانه هو في الاجابة قال له اجبشان ميوزيوم تمام بعد كده اكتب بطريقة صحيحة اول حاجة نقول لك ازاي تكتب تقييم عن زيارتك جاب لك زيارة لاي مكان طبعا جاب لك هنا افكار بسطة جدا تنفع لموضوعك تلاقوي وكلمنا عليها قبل كده كمان هنا جاب لك موضوع جاهز اسماعيلية مقال مقدة عن زيارتك لاسماعيلية اقرأه وشوف بيكتب ازاي اول حرف من جملة كابتال اخر جملة فيه في الاسطوب دايما بيسيب مسافات بين الكلمات ما فيش اخطاقة في الاسبالينج والجرامر تمام ما فيش تشطيب ده اللي انه ده بيقى عليك كله درجات وكتب انت اسلوبك تاني بنفس الطريقة ونفس الاسلوب وماش تطبش جيد دورنا دلوقتي مع تيستي ورسيل في اختبر نفسك طبعا ده يبقى على كل الكلمات اللي قلناها في الفيديو الاولاني والجرامر بتاع النهاردة فركز وراجع كويس اول سؤال عندنا سؤال الدالوق واتفقنا عشان نحل الدالوق بنعمل ايه اول خطوة بروفو عليكم الناس في تقردها بنكتب اول حاجة خطوات تكمل السؤال فعل مساعد فعل فعل اس تكمل خطوة تانية بقرأ العنوان بتاع الدالوق لانه بيسهل علي الموضوع وعرف الموضوع بيكون علي ايه الخطوة التالتة بقرأ الدالوق بالكامل وبأكد يا جماعة من غير محل ولا كلمة ليه عشان يعرفني التفاصيل خطوة الرابعة وخلي بقرأ كل خطوة التالتة بنقرأ من غير من حل عشان فوقت بتلاقي الإجابات موجودة في أسفل الدالوق وتوضح لك حاجات كتير خطوة الرابعة اقرأه كمان مرة وابدأ احل سؤال وإجابة نومر اول نقول هنا بيقول له باسل بيطلب او بيسأل رجل الشرطة عن الاتجاهات اللي هو عن طريقها يروح بيها المول بتاع الشوبينج مول والتسوق باسل بيقول له يعني مساء الخير يا سيدي فالبوليسمان طبعا هيرد عليها يقول له ايه اكيد طبعا هيرده علي بنفس التحية يقول له تمام قال له ازاي اساعدك طبعا اكيد هيسأل على الاتجاهات احنا كنا عايز يعرف اتجاه ايه نيو شوبينج مول طبعا انا خلاص حفظناها بعد كده طبعا بوليسمان قال له امشي على طول فقال له هتبعد المسافة قد ايه فطبعا قال له مسافة معينة بس هو ارد عليها قال له ده طريق طويل يبقى انت ممكن تتكلم مثلا خمسة كيلو عشرة كيلو فقولها ازاي بس قال له ده طريق طويل قوي بعد كده طبعا قال سؤال فهنا رد عليه يبقى هنا اكيد هيقول له هو انا هيجب ان اخد تاكسي خليب لك شيء الاي سينك كانها مش موجودة وشتو بياس ويو شوتها تعكسها تبقى قال له طبعا اعتقد انك تاخد تاكسي قال له شكرا لمساعدتك اكيد طبعا لمحد يقول لي لا تنسواش يا جماعة عشان في معظم ربينساها يعني على الرحب والسع بعد كده هنحل سؤال جديد عندنا السنة دي اسمه وقلنا سؤال ده يا جماعة فيه جيب لك ست كلمات في اللسة ويجيب لك فقرة حوال اربع سطور تقريبا الفقرة ديت فيها اربع فراغات احد الفراغات ديت خاص بالجرامة خلي بلك من معلومات اللي بقولها لك عشان ديت موصفات الانتحان عشان احل سؤال ده صاحب عامل ايه بقرأ الكلمات اللي في اللي استفهمها كويس بعد كده اقرأ الفقرة مرة اثنين تلاتة لما فهمها كويس وابدأ حل ولو حدس ان اول نقطة صعبة او فيه نقطة صعبة سيبها للاخرة تبقى سهلة لانك هتختار من تلاتة مش هتختار من ستة زي ما بختارها لأول مرة انا اسمي سلمة وانا عايش ايه يبهينا لاني بتيجاب للاماكن هي في وسط مصر طبعا هنا هيتكلم على هنا السكان بتول المانيا حوالي ستة مليون نسمة تمام لو جيت عندنا المانيا تمكن تزور اماكن ايه طبعا هنا الوصف الاماكن يبقى اتراكتيف بولدنجز تمام اماكن جذابة طبعا الحديقة اللي هي الدولية اللي موجود في الضفة الشركية النهرين كلمة بنك هنا واش معناها بنك بتاع الفلوس معناها ضفة ضفة النهر يعني and the wonderful monuments in تل العمرنا وكمان الايه الاثرره اعلى موجود في تل العمرنا نحن اللي بقى كده اسرلة تشوز number one the aquarium has different kinds of الاكواريوم فيه انواع مختلفة من ايه طبعا اكواريوم متحف الاحياء المائية يبقى اكيد فيه ايه اكيد فيه اسماك يبقى هنا فيش تمام number two not means in a forward direction في اتجاه امامي مباشر not left or right ولا يمين ولا شمال يبقى هنا straight on مباشرة في اتجاه number three when you finish your homework لما تخلص الواجب بتاعك remember to not eat for any mistake انا مش هو خلص الواجب وقفل كشكول وخلاص بقى هده لازم انت راجع وتأكد لو كان فيه اخطاء يبقى هنا check it يعني راجعه وفحصه وتأكد انه عندكش اخطاء طبعا كلمة continue يحتوي علي include يشتمل number four the picnic basket not sun which is fruit and juice for an outdoor meal البسكت اللي احنا واخدينها معنا السلة اللي اخدينها معنا اللي احنا راحنا نتفسح يعني مثلا فاسل دوتشات وفافكة وعصير عشان هنعمل واجبة خارج المنزل يبقى هنا بتشمل على يبقى include تمام خلي بالك كلمة include معناها يتضمن او يشتمل على وما بعدها جزء مما قبلها يبقى الحاجات دي مش كلها اللي في السلة تتلاقي فيه مية وحاجات تانية كتير number five let's walk in the park and enjoy the peaceful sounds of nature يلا نتماشى في الحادقة ونستمتع بالاصوات اللي ايه اللي هادئة بتاع الطبيعة the synonym of peaceful is كلمة peaceful بتساوي ايه طبعا بتساوي كلمة calm وقلن اللي silent تمام number six to form the adjective from the verb care we add the suffix عشان نجيب الصفة من الفعل care هنضف لايه في اخرها احنا عارفينها طبعا careful هنضف لايه في يو ال تمام بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in bracket صحة كلمة البانكوسين وانا سؤال ده خاص بلايه بالجرامر براف عليكم واحد بيوصف الطريف بيقوله في number one turning right at the traffic light لا ده مفروط تبقى ايه فروط تبقى turn تمام تبقى هنا turn right number two we always travel to us one at winter لا اسمها in winter لان هنا اللي هيا فصول السنة بتاخد in number three the bank is between two the shopping center المفروط تبقى ايه next to two تمام number four the party is at my house the 15th of July مش ده تاريخ ايوه يبقى اون لين قوم بتجمع التاريخ الخامس عشر من جولار number five هي يجبلي eat lunch noon طبعا هتبقى ايه at noon في وقت الظاهرة بعد كده write one hundred and ten اكتب مهو عشر كلمة عن ايه your home city يعني الموطن بتاعك او المدينة اللي انت تولدت فيها المنشأ بتاعك هتكلم عن المدينة بتاعتك زي ما قلنا وانت بتكتب جمل اللي ها علاقة بالموضوع او الحرفة من جمل كابت اللي ها خرجونها في فلسطوب سيب مسافة بين الكلمات ما نشطبش خيبت من اخطاء وده حاجة تقولناها كتير قوي لاني دي بتنقصك في الدرجات احنا كده وصلنا لالاخر هلقيت النهار لو عجبك الفيديو نساش يعمل لائك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك للفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس عالمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته